علوم الفضاء عودة سكوت كيلي أهم اسم في الصحافة العلمية في العالم هذا الأسبوع سكوت كيلي رائد فضاء أمريكي طلع المحطة الفضائية الدولية عمل رقم قياسي كده في اتنين رواد فضاء واحد روسي واحد أمريكي قاعدوا تلتمية واربعين يوم في المحطة الفضائية الدولية طبعا صعب جدا نفسيا واحد كده قاعد في عزلة لمدة سنة كاملة حد قاعد في الفضاء الخارجي في محطة فضائية في الغلاء فوق بعيد جدا جدا لمدة سنة شيء طبعا صعب جدا نفسيا وصعب كمان فيسيولوجيا علشان كده بيجري تحليلات ليهم علشان يشوفوا مستوى البيولوجي والمستوى الصحي والطبي لهؤلاء الرواد إنما الحقيقة هذه المنافسة لم يقدر رائد روسي ثم رائد أمريكي عضو تلتمية واربعين يوم في الفضاء الخارجي وبعدين رجع امبارح التلات هو حديث العالم من امبارح والنهاردة هو وصول رائد الفضاء الأمريكي سكوت كيلي إلى الأرض هم جمع على مركبة فضاء سيوز دي حمولة تلاتة راكب فقط ففي تلاتة رواد فضاء اتنين روس واحد أمريكي جمع بعض في هذه المركبة زي ما هنشوف الحقيقة مثل هذه الموضوعات ممكن ما يكونش جزء احنا بهذا المستوى من حركة العلم إنما مهم احنا شايفين جدول الأعمال المحلي قد إيه بقى هابط فاحنا لابد نرتقي إلى جدول أعمال العالم ونعرف العالم بيفكر في إيه ووصل لإيه لأنه عندنا كتير جدا من العباقرة والمتميزين اللي لو وتيحت لهم الفرصة هينقلونا من هذا المستوى الهابط إلى هذا المستوى العالمي ترجمة نانسي قنقر